إنه يبقى فيه مصالح متعرضة لكن هو العيب استخدام الورقة دي لأنه طبعا حساسية الموقف بالنسبة للإمارات إنه على طول حصل اتهامات إنها تخلت عن القضية الفلسطينية ما دعا وزير الخارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد قال نهيان النهاردة للإشادة بدور الجالية الفلسطينية الإيجابي في قيام نهضة الإمارات وإن الإمارات ستظل دائما حاضنة أمينا لهم ولأسرهم يعني هنا بقى هنا المشكلة إنه لو كان حصل هذا الاتفاق دون الإشارة إلى إنه فلسطين حتى تحسن أوضعها يعني النهاردة مثلا إسرائيل دخت الوقود لقطاع غزة وبدأت محطات توليد الكهرباء بعد طبعا توقف بعد ما مضت اتفاق مع حماس بالضبط وها ما اندهش حقيقة يعني حياتك ياريت نورني في الحتة دي يعني هل ينفع أن احنا نقعد إرهابيين ونمضي معاهم اتفاقات إلا لو كانت لنا مصالح احنا هنستعبط يعني بص السياسة مليئة بالتناقضات السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية سواء كانت الألقات الدولية أو السياسات الداخلية للدول ستجد فيها كثير من المتناقضات يعني أشياء متضادة ومتعارضة مع بعضها يعني تجد دولة ما تتخذ إجراءات تسير في اتجاه معين واتخذ في نفس الوقت أحيانا إجراءات تسير في اتجاه آخر فالمراقب من الخارج طب إزاي بيعملوا ده منهم بتعمل ده ومنهم بتعمل عكس وبنعمل اتفاق مع حماس وأكثر من ذلك فيه اتفاق مع قطر لتمويل يعني دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة يعني لدى حماس اللي هي بتسيرها عاليا حكومة حماس طب يعني طب كيف يعني يستقيم إسرائيل طالبت طالبت من قطر تمويل لأنهي الطرف الوحيد اللي ممكن يمويل حماس في هذا الوقت فده شيء متناقض لكن هو لما بقى أحيان بنجد بقى التفسيرات وراء ذلك إسرائيل يعنيها برغم الضغوط اللي بتمارسها على قطاع غزة والحصار ويعني لو نفسها تموت حماس دي خالص لكن هي القاضيات مش هتقدر تعملها بهذا الشكل فتخشى إسرائيل من انفجار الوضع السكاني السكاني ده يعني الضغوط شديدة هي بتضغط بشدة ثم تخفف الضغوط حينما تجد أن هناك إمكانية للانفجار يعني المطفل أو رجاءة الفترة الأخير هتلاقي القنابل الحارقة أو البلونات الحارقة اللي تطلقها حماس على الحدود مع إسرائيل الوضع يعني متفجر فبتيجي في اللحظة بتبقى عندها رغبة أنها تهدئ من الفترة فتعمل اتفاق مع حماس وتطالب قطر بتمويل أو بدفع رواتب الموظفين داخل قطاع غزة لإيه تهدئة الأوضاع لفترة وتتفق مع حماس للتهدئة يعني هدف منه هو عدم انفجار الموكف ليه عدم انفجار الموكف انفجار الموكف ما تقدرش تتوقع عواقبه زائد أنه في مخاوه في إسرائيلية ومجيب كل حتة وفي العالم العربي كمان أنه بديل حماس ربما يكون أسوأ هو أكبر كمان كسافة سكانية في العالم هو قطاع غزة وبعد ما قطع الأمل في الورقة المصرية أنه هما يحدفهم على عندنا وياخدوا هما الحتة دي خلاص بقيت الحكاية حيفضلوا في قرابزهم فلازم يعني إيه يعني زي ما حياتك قلت ما يجوعهمش قوي يعني يعني آه هو ست إسرائيل الضغط الشديد على حماس وقطاع غزة بشرط لا يؤدي ذلك إنفجار داخل طب هو مش الأفضل ففي لحظة معانية بيتراجع طب هو مش الأفضل لو هما يعني مهتمين بإنه يبقى فيه جوار السلام ما بينهم وما بين المنطقة دي مش الأفضل إنه هما يعقدوا منباحثات مباشرة مع حركة فتح وتتعامل حماس دي على إنها إرهابية عشان ما نعيدش إنتاج حزب الله في لبنان يبدو أن إسرائيل سعيدة جدا وهي تحيط نفسها بإعداء تصنعهم هي يعني على قد إيديها دي قصة تانية قصة المفاوضات أو مفاوضات السلام مان